بدعوة من أوكرانيا عقدت المجموعة الأمنية التابعة لمجموعة الاتصال الثلاثية اجتماعاً طارئاً عشية أمس طالب خلاله الجانب الأوكراني الالتزام بوقف إطلاق نار شامل على طول خط التماس في الدماز وطالب الوفد الأوكراني أيضاً بضمان حرية الوصول لمراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الأراضي التي لا تسيطر عليها أوكرانيا مؤقتاً من ناحيته نفى رئيس الوفد الأوكراني إلى مجموعة الاتصال الثلاثية ليونيد كرافتشوك اتهامات الجانب الروسي بعدم فعالية المفاوضات في نهاية الاجتماع ولسبب ما أدل السيد جريزلوف بتصريح مقتضب اتهم خلاله أوكرانيا بتعطيل اتخاذ هذا القرار داخل مجموعة الاتصال الثلاثية وهو لم يتهم أوكرانيا فقط بل وجه اتهامات أيضاً إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زاعماً أنها لم تدعم مقترحات الوفد الروسي تلك المقترحات التي ذكرها جريزلوف والتي تحظى بدعم روسي ما هي إلا مقترحات ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك والوهانسك المعلنتين ذاتياً اشتركوا في القناة